موسيقى النهاردة بإذن الله هعمل معاكم كفتة بانية كفتة جميلة وسريعة وسهلة جدا وحلوة قوي قوي بإذن الله تعجبكم يلا بنا نشوف المقادير بسم الله أنا معايا هنا نص كيلو لحمة مفرومة قللة الدسم ومعايا بصلتين كبار مبشورين ناعم ومعايا هنا بيضة وملح وفلفل اسود وحزمة باقدونس ومعايا مع الملح والفلفل اسود بهارات مشكلة أو بهارات لحمة طبعا معاك يبقى فيجيتار أو بقسمات ده لسه المرحلة بتاعته هو والبيضة بدأت هنا حطيت اللحمة وعليها البصلة المفرومة نعمة ومعصورة من ميتها علشان ما تفكش منك أثناء ما انت بتشتغليه وحطيت البهارات بتاعتي الملح والفلفل وبهارات اللحمة أو البهارات المشكلة جبت الجب من عند العطار وبدأت إن أنا أخلطهم كلهم مع بعض ما تنسيش البصلة في الكفتة لازم تكون معصورة من ميتها كويس جدا عشان الكفتة ما تفكش مني كنت بتعمليه ومية البصل ما بتترميش بتحويشيها وبتشيليها وبتحطيها في الفريزر وبتطلعيها بعد كده بتتبلي أي حاجة عاتشويها تمام؟ خلاص أنا هنا عملت الخليط بتاعي بتاع اللحمة وبدأت أكور الكفتة بوريهالك إزاي؟ دي بقى بتتكور صوابع بس طخينة يعني بتعمليها دايرة وبعد كده بتبططيها في كاف إيدك بيبقى صوبع عريض مبطط بس طخين غير الكفتة العادية ما بتصبعيها صوبع رفيعا لو حتدخليها الفرن أو حتشويها دي لازم تبقى زي ما انت شايفة كده عملت كزا واحدة قدامك الصوبع بتاعها بيبقى طخين أنا هنا حضرتها خلاص بالشكل دا وعند البيضة دربتها بشوية لبن صغيرين علشان نحلها بس معي ومعي بقى الفيجيتار أو البقسمات وحبدأ بسم الله بحط الأول في البيض الكفتة بتاتي بعد كده بطلعها على البقسمات أو الفيجيتار أنا ما بستعملش دقيق في البني بتاعي سواء كان سكالوب بني لحمة أو بني فراخ أو أهيك كفتة بني ما بستعملش دقيقة عشان ما بقاش عندي الطبقة الخارجية تخينة بستعمل على البيض ومن البيض على البقسمات على طول أو الفيجيتار بتاعك والفيجيتار دا موجود عند العطار سايب أو كياس في حار وفي منه عادي أنا بحط منه حار على عادي بحيث أنه يدي برضو إيه تكة لذيذة في الطعم أنا بديك الأفكار بتاعتي أنت مش شرط تعمليها بس أنا يعني واجب علي أن أنا أديكي أفكار وإنت حرة طبعا على حسب الرغبة بتاتك وأي حاجة هتعمليها هتطلع من إيدي جميلة جدا هنا خلاص أنا عملت كل الكفتة بتاعتي في البيض والفيجيتار بتاعي أو البقسمات وحبدأ أن أنا حقليها قدامك حطيت الطاصة على النار وفيها الزيت وأول الزيت ما سخن معي الزيت بيبقى غزير بيبقى عالي ما بيبقاش معلقتين علشان ما تتلسعش منك وتفرول وتفك أو تلزق منك في الطاصة أهو بدأت أحط زي ما أنت شايفها والحمد لله بسم الله ما شاء الله ما بتفكش في الزيت يعني أنت حتشوفيها دلوقت الغوية لما أخرجها الطبقة الخارجية بتاعتها ما فكتش مني بتديها هزة كده متعودش تقليبي بيها في الشوكة ما تستعملي الشوكة وانت بتقلي الكفتة أو أي حاجة بانيه ما بتستعملي الشوكة الشوكة بتشكشكها كده فبتمطر الطبقة الخارجية أهي بالشيالة دي اللي بتاعت البطاطس وخرقتها وحطها في طبق التقديم بتعملي معها مقارونا أي مقارونا تعجبك ويا إما تقلي جنبها بطاطس محمرة أو شبس وسحيتين وهانا على قلبكم يا رب كانت معكم ننا الحجاري يا رب النهاردة واجبتي تكون عجبتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر